اشتركوا في القناة هذه الايام هو عنوان ليس جديد لكن ربما الاحداث هي اللي جعلت اهل العراق يتداولونه والذي هو ان العراق رهينة للميليشيات واقع الحال هذا الذي يعيشه للعراق الاسف الشديد ويعيشه العراق كوطن تحت حكم هذه الميليشيات المؤتمر من الخارج والتي تتسلح وترعى برنامجا ومنهجا يعني يتعارض مع مصالح الوطن واهل العراق بشكل يعني لا لبس فيه كنا نتحدث يعني ايضا في هذا الخصوص عن ربما جئنا على ذكر اعتقال احد قادة الميليشيات وما جرها بعده وكيف تهمت هذه الميليشيات وكيف ثارت وكيف قامت قائمتها لم تقعد لحد الان واحتلت المنطقة الخضراء واعلنت اسقاط الحكومة وكل شيء بيدها وقالت انه احنا الدولة واحنا ومثل ما قال احدهم نحن امة الحشد احنا الامة واحنا احنا كل شيء واحنا اصحاب الحق واحنا اهل الهيبة واحنا اهل الاستقلال واحنا اهل العراق هكذا قالوها بشكل واضح جدا لا لسه فيه اما الحكومة الكاظمية يتحدث القادة العام يعقد اجتماع الرئاسات المدري الثلاثة مدري الأربعة تقعد مدري كلام معيب وكلام مجرد ديكور وظاهرة صوتية ليس اكثر وكل الحكومات كل رؤساء الحكومات من حكومة الكاظمي وقبل عادل عبد المهدي وحيدر العبادي ونور المالك وكلها وإلى مجلس الحكم كلها ظاهرة صوتية لا يحكمون هؤلاء مجرد دمى ليس بيدهم شيء مجرد ظاهرة صوتية وأكبر هم ظاهرة صوتية والكاظم لأنه ما يجل في العراق شيء والحديث شيء آخر والسلطة شيء آخر هذا واقع الحال المهم اتحدث هذه العامري وأشرنا إلى في الحلقة السابقة عن اعتراضهم وكيف يمكن وماذا لو قام الحشد باعتقال أحد قادة العسكرين أو الأمنين ماذا ستقولون وهم طبعا فعلوها وفعلوا أكثر منها بكثير ومن ضمن حديث هذه العامري أيضا اتحدث أيضا عن الاعتقالات قال الاعتقالات بطريقة ملتوية تجري وبعيدا عن اجراءات القانونية وباجتهادات شخصية وهذا الذي يفعل ذلك هذا يلتف على القضاء أي قضاء وأي قانون وأي طريقة ملتوية بعيدة عن قانون أي قانون هذا الذي يحكم العراق من 12 سنة لحد العراق بلا قانون العراق يعيش فوضى وأنتم تعرفون وأنتم أصحاب الفوضى والعراق تفكك وصحيفة الواشنطن فوس عندما نشرت مقالا أو دراسة قبل أيام تقول فيها يعني استنادا إلى الوقاع أن الدولة في العراق تفككة تمام ما أنتو أمريكا هي التي فككت الدولة وهؤلاء الذي نحكمون للعراق هم رعاة هذا المشروع مشروع التفكيك لأنه فيه مصلحتهم فيه هذه الفوضى التي فيها مصلحتهم فأي قانون اعتقلت الدنيا كلها ولا أحد يتحدث يقول لا يمكن اختزال القضاء والهجزة الأمنية بشخص واحد ما أنتم أعطيت جئتم بالقائد عن قوات المسلحة وجئتم برئيس الوزراء وقلتم كل الصلاحيات له وهو المسؤول والجهة التنفيذية الأولى الآن لا تقبلون بهذا ما عدا مما بدأ يعني قضية غريبة عجيبة مضحكة هناك اعتقالات يقول بدون مذكرات القاء قبض مذكرات قبض هناك أساليب تعذيب ما أنتم كل المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية تحدثت عن سجونكم السرية عن مراكز التعذيب الميليشيات الجماعية ومصائب وتحدثت عن هماكو مذكرات قبض أي مذكرات قبض في بلد هذه الفوضى التي تحكمهم هذه الميليشيات التي تحكم عصابات تحكم عصابات تستعرض بالشهر ولا أحد يستطيع أن يقبل لها من أنت يطلقون الرصاص ليلة النهر ويعتقلون الناس ولا أحد يستطيع أن يتحدث معهم العراق الحقيقة هم يكيلون بمكيالين عندما يريدون يقولون نحن والسؤال المهم هو هذا اللي يطرح نفسه أنتم بأمرة القائد العام من القوات المسلحة لو مو بأمرة هم يقولون نحن بأمرة القائد العام من القوات المسلحة كفصائل هذه سموها فصائل إسلامية جزافة فصائل مقاوم الإسلامية هذه فصائل ما يسمى بالحشد اللي هي الميليشيات يقولون نحن تحت أمرة القائد العام من القوات المسلحة جزء من القوات الأمن والعسكرية طيب عندما يقوم القائد العام وقوات المسلحة اللي هو الآمر لأعلى لكم باعتقال أحد أفراد هذه الميليشيات هذه القوات اللي تقولون أنها تابعة لهم للتحقيق معه وتقوم الدنيا ولا تقعد لماذا؟ لماذا تعترضون؟ ما أنتم بأمرت القائد العام وهو المتحكم وهو العامر بكم كيف ت... يعني هذه القضية هذه القضية يعني هو هذا الكيل بميكيالي عندما يحتاجونها عندما تلبي مصالحهم بأمرت القائد العام وأموال وأسلحة وتمويل وكذا وهيبة ودولة ومراكز وحكوم هم بأمرت القائد العام عندما تتعرض هذه هم ليسوا بأمرت أحد هم الدولة وهم الأمة وهم الحاكم وهم أصحاب الأيبة أي هيبة هذه يهددون يعني قبل أيام ظهر على أحد الشاشات أحد الميليشيات يهدد كأظم يعيني عينك مثل ما هددوه سابقا ويهددونه الآن قال أنه بين الكاظمي كان وبين أن يعاد مشهد ما فعلته ميليشي الحوثيين في اليمن بقتل الرئيس اليمن السابق علي عبدالله صالح كان هناك خطوة واحدة وهذه الخطوة ستنفذ وربما مع الكاظمي قال بالنص إذا يهرب للسليمانية وقد بالطريق نقتله وقد حتى بالسليمانية وعندما قالوا له هل هذه يعني معلومات قال لا هذه قراءة هذه الحقيقة فالمهم هذا الذي يجري رئاسة الثلاثة هذه الرئاسة الأربعة اجتمعوا وقالوا استمرار الثراب الأمني ليس في صالح الدولة أي دولة ما أنتو ليس هناك دولة الحقيقة استمرار يعرض استقرار البلد أي استقرار في 18 سنة العراق بدون استقرار لو العراق مستقر مكان هذا حالك ضرورة حصر السلاح هذه كفبة كبيرة السلاح بيتهب منذب أطفال في الشارع يضربون يعني يستخدمون السلاح بشكل عنني والناس خائفة لا تستطيع أن تتحلم يعني كل هذا يجري ولم يبقى أقل من خمسة أشهر لما يسمونه الانتخابات المبكرة التي يقولون اذهبوا إليها للتغيير لأنه لا مجال للتغيير إلا بهذه الانتخابات هذه الانتخابات النزيهة كيف تكون نزيهة وهذا الوضعي الذي فيه ويطالبون أهل العراق بالذهاب إليها وعندما يقاطع أهل العراق يستغربون سيقاطع أهل العراق هذه الانتخابات لأنها كارثة والكارثة مستمرة والحكومة والميليشيات وكل القوى الحاكمة للعراق وجهة لعملة رديئة سيئة وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة